السلام عليكم طلاب الصف الثالث كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ في حسنة اللغة العربية لهذا اليوم سنستمع لقراءة درس صفحة 92 وسننوقش المعاني وسنقوم بحال تدريبات صفحة 93 طبعا نفتح الكتاب على درسنا سنتعرف على المعاني الجديدة في هذا الدرس وسنقوم بحال صفحة 93 طبعا درسنا كان يتحدث عن شعوبنا العالم وعن شعب الأسئيمو الذي اشتهر في المناطق أو يوجد أو يعيش في المناطق القطبية طبعا درس قدربع قراءته سأستمع لقراءتكم في حسنة الزوم إن شاء الله الآن سنتعرف وسنعرض لكم المعاني الموجودة في هذا الدرس والكلمات وضدها في هذا الدرس أيضا كلمة تغطيها أي تملأها إذن تغطيها الثلوج تملأها الثلوج مدار السنة ماذا يعني بكلمة مدار السنة أي طول السنة المدار اللي هو طول السنة تجرها الكلاب أي تسحبها الكلاب تقيهم لا معنى تقيهم تحميهم فيضطروا أي يجبروا على يضطر بده ينجبر على هذا الشيء الكلمة ضدها طبعا عندي صغيرة عكسها كبيرة الخارج الداخل الأعلى الأسفل وينام ويستيقظ والزحف أشعكسه اللي هو المشي تكتب المعاني على الدفتر كلمة ومعناها الآن سنقوم بحل وتنقل إلى صفحة 93 هيا يا أبطان نفتح صفحة 93 طبعا هون أين نراجع المعاني مدار ما معنى مدار اللون الأحمر هون يختار المعنى المقارب الكلمة الملونة مما بين القوسين تغطى الثلوج بلاد الأسكيم على مدار السنة أي طول السنة يستخدم الأسكيم معربات تجرها ما معنى تجرها أي تسحبها وتقيهم تحدثنا عن معناها اللي هي تحميهم أحسنتم إذن مدار طول السنة تجرها تسحبها وتقيهم تحميهم في هذا السؤال أضع دائرة ننضع دائرة حول الكلمة المخالفة اللي بتخالف الكلمات اللي هون متميزة عندي كلمات متشابهة في بينهم مختلفة الطواقي العربة القفافيز الأحذية أش بدنا نطلع منهم نميز إنه طواقي شيء نرتديه القفافيز أيضا نلبسها في الشتاء والأحذية أيضا نرتديها بشكل عام أما العربة نرتديها بثلان لا العربة شيء آخر نستخدم للتناقل أما الطواقي القفافيز والأحذية متشابهين بالشيء اللي نرتديها الإنسان يرتديها أما العربة نستخدمها لجر المؤولات التوصيل إذن العربة هون مختلفة أبواب سرر رفوف ثياب الأبواب سرر رفوف متشابه أما الثياب هي المختلفة السلحفة الكلاب المصباح الأسماك نتحدثون عن حيوانات السلحفة الكلاب الأسماك وهنا أي شيء مختلف بينهم المصباح بكون عندي حل هذا هذا التمرين كما هم وضح أمامكم بكون عندي حل هذه الصفحة كما هم معروض أمامكم أيضا صفحة 93 أي سؤال لا يستفسار بعدوا إلى المنصة ويعطيكم العافية ثالث موفقين يا أبطال إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر